اشتركوا في القناة لهاد التجارب لمجموعة التجارب تطرقت لها كما قلنا فيما سابق جريدة إذا فد الفقرة إن شاء الله سنرى طفلك اسمها أزيا نيوسن كما نرى سوبيغ بيزنس يعني أنها تاجرة ممتازة بطبع الحال هذه عبارة إنجليزية وأيضا كلمة غيرل طبع الحال تعني البنت بالإنجليزية إذن كأننا نقول هنا لفي دولابوجي إذن غيرل دولابوجي بطبع الحال هناك الكثير من الكلمات الإنجليزية أصبحت تستعمل بشكل عادي في اللغة الفرنسية إذن نتكلم هنا عن أزيا نيوسن سوبيغ بيزنس كأننا نتكلم عن تاجرة ممتازة غيرل دولابوجي إذن طفلة الشمعة يعني طبع الحال كما سنرى بأن الطفلة قد تخصصت في مجال الشموع طبع الحال نعرف بأن الشموع ممكن أن تستعمل كديكوراسيون طبع الحال الشموع ممكن أن تستعمل كديكور الطفلة طبع الحال أنها نهاجة نفس المنهج إذن أعج كالتوزن يعني أنه عند 14 سنة يعني القطاع الذي تخصصت فيه كما نلاحظ في الصورة ديكوراسيون يعني كل ما له علاقة بالزخرافة بخلق مناظر وأشكال جميلة إذن نسميه ديكوراسيون إذن طبع الحال مادة الشمع ممكن أن تستعمل في هذا المجال إذن أديتخوة طبع الحال هذه المدينة تسمى ديكوراسيون إذن أديتخوة في هذه المدينة المسمىات ديكوراسيون أليكوني يعني أنها معروفة هاد البنت يعني أنها مشهورة لفرب كناتخ كم لا سيبير بزنس كورل يعني كالطيفلة التاجيرة الممتازة سيبير بزنس كورل يعني الطيفلة التاجيرة الممتازة إذن طبع الحال هاد لعقاب اللي دينا راه هنا يسمى باللغة الفرنسية أنسو بغيكي طبع الحال أحيانا نستعمل بعض الأسماء نحورها ونشكلها بشكل ما حتى تلاقي مسيمة ما من سيمة الشخص المسمى بهذا الاسم طبع الحال في مجتمعنا أحيانا نأخذ هاد الأسماء بشكل قدحي يعني أننا تنحور ذاك الاسم تيولي مشكل بها الطريقة تيولي فيها تيولي ناقيسة هاد الاسم لكن أحيانا هاد الاسم ممكن أننا نستعمله أحيانا هاد الاسم ممكن أننا نحوره يعني أننا ننطقه بشكل آخر بحيث أنه يلائم سيفاما من سيفات الشخص المسمى بالاسم الذي هم هنا هنا أن هاد البينت أخذته أحد لقاب هاد اللقاب تيمكن لنا نسميه أي لقاب بحاله تيمكن لنا نسميه أنسو بغيكي إذا نحنا نتكلم على هاد هاد اللقاب كالساء المام تخوفي يعني الذي هي وجدته بنفسها لغير تخوفي يعني وجده إذا انتبهت الحال هاد اللقاب الذي رأينا قبل قليل والذي هي مشهورة به سوبر بزنس جورل يعني الطفل التاجير الممتازق هاد اللقاب بالضبط هي اللذي أوجدته وبالتالي أصبحت مشهورة به إذا سي أوسي يعني إنه أيضا يعني تنتكلم على اللقاب لونو كازين يوسن أدوني أوسيت يعني إنه أيضا الإسم الذي أعطته هذه البنت للموقع أوسيت لكوميرس 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 يعني التجارة يعني حيث هي تبيع توت إن قام يعني أن تبيع مجموعة أصناف قام تنطلقوا على أنواع متعددة أشكال متعددة لواحد البخدوي واحد منتوج مثلا لا شفنا دابق أي شركة شركة ديل هواتف ديل السيارات يعني تتكون عنده هاد الاسم إلا وتتكون هاد الشركة ما تتخرجش غير نوع واحد ديل هاد المنتوجات بل تتجعل بزيف ديل المنتوجات بحيث أن دوك الزبناء ديلة يلقوا فن يختاروا إذن هاد المجموعة ديل الأشكال ديل هاد المنتوجات تسمى قام يعني أن هاد البنت تبيع مجموعة أشكال من هاد لبوجي يعني من هاد الشموع سن بخدوي فيتيش يعني منتوجها هاد المجموعة هاد الأنواع ديل هاد اللي بوجي ديل هاد الشموع ماذا يقول عن الكاتب هنا سن بخدوي فيتيش يعني أنه منتوجها المحترم إن صح التعبير طبعا تحل كلمة فيتيش تطلق على كل الأشياء اللي تتكون عندها سيبغة تتكون عندها واحد سيبغة دينية تتسمى فيتيش مثلا تنعقلوا هنا مثلا في وحد العصر معين الناس بالجاهل ديالهم تيبشل واحد السادات وتيجيب منهم واحد التراب هذا التراب وتيبدو قدسو هذا التراب كأنه تيحمل واحد الباراكا إذن طبعا الحال بجاهل الناس ولكن أنهم تقدسو هذا التراب لموجود في هذا كيس صغير إذن هذا الكيس ممكن أننا نسميه فيتيش هذا المسألة الموجودة في كل مجتمع مجتمع أنهم يقدروا يقدسوا أي حجرة أي شجرة إذن ممكن أن تسمى فيتيش وبصيغة أوضاح فكلمة فيتيش أن تطلق على كل أشياء التي تدخل في العبادة بغض النظار عن صحاتها أو عن خطائها إذن كل أشياء التي تدخل في العبادة ممكن أن تسمى فيتيش لكن بمعنى مجازي ممكن أننا نتكلم عن شخص مثلا فأقول لك مثلا سي صن فتيش يعني هذا هو الشخص الذي يبجله ويعظمه إذن طبعا الكاتب هنا يتكلم عن يعني يتكلم هنا عن مجموعة بكليتها من هاد الأنواع يعني صن بروضي فتيش صن بروضي فتيش كأنه يقول هنا الكاتب من توجه المبجل أو من توجه المعظم أو من توجه المحترم هذه البنت في هذه الحال تتخصص في هذا المجال يعني في هذه المواد لوحدها ليق مادة الشمع إذن وتشكلها بأشكال متعددة وتخلق منها منتوجات متنوعة لتابعها للزبناء إذن وكأنها أصبحت هذه الأشياء وكأنها لبخدوي كأن هذه المنتوجات أصبحت أشياء تدخل في عبادتها إن صح التعبير أنها تتعاطاها في كل أوقاتها طبعاً لكاتب هنا يقول عن هذا لبخدوي عن هذا المنتوج بأنه صنبخدوي فتيش يعني بأنه منتوجها المبجل أو طبعاً لحال الذي تعطيه قيمة كبيرة إذن أل أق كمانسي إذن هالطفلة أكومانسي يعني أنها بدأت الفرب كمانسي يعني بدأ دون المنتي يعني في هذه المهنة أل أق كمانسي دون المنتي يعني أنها بدأت في المهنة دلاج دو سنك يعني مندو سن الخامس أو مندو خمس سنوات إذن داي المقصود بيهو دو بوي يعني مندو إذن أل أق كمانسي دون المنتي يعني أنها بدأت في هذه المهنة دلاج دو سنك يعني أنها بدأت في هذه المهنة مندو السن الخامس يعني أنا بداة في المهنة من خمس سنين أنا compagnon يعني مرافقة البرb accompagné هي رافقة ولكن هنا لدينا أنا compagnon يعني أنا مرافقة سن بار يعني أنا كانت ترافق الأب ديالها ربخيزانطن يعني أنا ممثل طبعا تلحل ربخيزانطن هاد كلمة ربخيزانطن تنعنو بيا الواكيل تنعنو بيا ممثل في البرلمان وتنعنو بيا الممثل ديال واحد الشركة إذا ممكن أن تطلق على هاد المعاني هنا طبعا تلحل أنه كانت تترافق الأب ديالها لتي مثل شركة أم بورتا بورت طبعا تلاحظون بأن الكلمة بورتا بورت يعني من باب لباب بورتا بورتا بورت يعني أنه تيمشي من الباب لباب هذا هو المقصود وتي يوري لهم لمنتوج ديل الشركة دياله مثلا إذا هاد البنت كانت ترافق الأب ديالها في هاد الجولات بسرعة كبيرة أرادت ممكن أن يأتي بمعنى سرقة وممكن أن يأتي بمعنى طارق مثل الافيون في المعنى الثاني أرادت تريد أن تطير بجناحها الخاصة أو بأجنحاتها الخاصة المقصودون تريد أن تطير بأجنحاتها الخاصة بسرعة بمعنى آخر تريد أن تعتمد على نفسها بسرعة ذو المقصود تريد أن تطير بجناحها الخاصة أو الخاصين تعتمد على نفسها ميزان ميزان يعتمد على نفس المعنى ميزان تريد أن تعتمد على وجهها ساتبت بجود اصان باغو أصلبها وبالاغتها إذن ميزون يعني أنها معتمدة يعني أنها معتمدة على وجهها كما تقوله بالدرجة دينا هو حتى يعول على كتافه ومع الدمية الآخر تقولك أنها تعتمد معتمدة على وجهها يعني أنها تبين وجه أي الصنباغو باغو المقصود به هو الأسلوب أو البالاغة يعني أنها تعتمد على وجهها وتعتمد على البالاغة ديلا والأسلوب ديلا لكي تبيع مرة تانية يعني أنها تريد أن تبيع مرة تانية يعني أنها تعيد لبيع فيما اشترته إذن يعني انا بتبيع هاد لي بوجي ديوله يعني هاد شموع دييله ديفوى بلشار يعني عصراء المرات اغلاق كلور بخي دوك رو يعني انه غتبيع هاد شموع دياله عصراء المرات في الثامن ديالهم كثر من ثامن جملة دياله. يعني انه غتشرب واحد ثامن. مثلا غتشرب عشر درهم. وغتبيع مية درهم. يعني انها غتضوه بال. يعني ان هاد اللي بوجي اللي تتبيعهم هاد البنت بالاسلوب ديالها. تيوصل ثامن ديالهم عشر ديالهم عشر ديالهم من ثامن اللي شراتهم به. اذا. اذا ميزان سيغسابوي. انها معتمداً على وجهها. اي الصنباغو. وعلى اسلوبها. وطريقة اقناع ديالها. بوغوفاند لكي تبيع مرات تانية. سيبوجي. شموعها. دي فو. يعني عشرات المرات. بلشير. يعني اكتر غلاء. كالور بخي دو غرون. يعني من اتميناتها. يعني اتمينات هاد اللي بوجي. اتمينات شموع. دو غرون. يعني بالجملة. دان لاغي. يعني ان تبيع دلشموع. دان لاغي. يعني في الطريق. او لليو بيبليك. او في الامكينة العامة. يعني انها تتجول بهاد الشموع. وتقنع الناس بشراء اي طبات الحال. ولكن باتمينا. يعني انها مضاعفة عشر مرات. سي لا كالرنكوانة. هنا التقت. يعني انه هنا. التقت. دان جيلبار. يعني هاد مؤسسة. دو كويكن. لوانز. لا يعني واحد. دي يعني من المقاولين. يعني من المقاولين. الاكتر قوات. لا اكتر قوات. دو مطار سيتي. لهد مؤسسة اخرى. المسمة مطار سيتي. سلويسي يعني هذا الآخير طامب سلو الشاعم يعني أنه سقطت تحت سحر يعني المقصود سلويسي طامب سلصون شاعم يعني أنه سقطت تحت سحرها المقصود بأنه سقطت تحت فتتانية أنه فتتن بها أعجب بها طبعا هل ليس الإعجاب بالشكل ولكن الإعجاب بالطريقة التي تؤدي بها هاد التجارة إذن سلويسي طامب سلو الشاعم أقاد لبتت في وساعد هنا طبعا الحلو يساعد لذلك هذا كان في البرزن أقاد لبتت في يعني المقصود بأنه ساعد هاد البنت الصغيرة أستركتوري تنتكلم على لاستركتور يعني البنية أستركتوري لتبنية ماذا؟ لتبنية نشاطها سلويسي يعني هذا الأخير طمب سو لشاعم أقاد لبتت في أستركتوري سن اكتفيت يعني أن هذا الأخير سقطت تحت الإعجاب بها هذا الأخير سقطت تحت الإعجاب بها أقاد لبتت في وساعد الطفل الصغيرة أستركتوري لكي تبنية سن اكتفيتي لكي تبنية نشاطها إذن مع نجاحين سيغابيد جيد سريع كازية بحيث أن آزية في نغة يعني أنه ستنتهي سيغ البلاتو يعني على الخاشب المقصود هنا على منصة على منصة ماذا؟ إداعق على منصة برنامج من البرامج المعروفة ديلان دي جانيرز يعني على هذا البرنامج سيغ النجاح الكبير إذن طب هات الحال أنه استضيفت إلى قناة لتحكي نجاحاتها طب هات الحال للأسف بعض القنوات نجد أن أن من يستضاف فقط المغنون لكن للأسف لا يستضاف مثل هات الطاقات ليعرف بها لتأخذك كأسلوب نجاح إذن مع نجاحين جد سريع بحيث كأسيا فنيرا كأسيا يعني بحيث أسيا فنيرا سور لبلاتو ديلان دي جانيرز سور نبسي سور نبسي يعني على هذا القناة المسمة ب نبسي إذن أجردو اليوم أسيا دي ريج يعني أن أسيا تسير وتدير يعني أن تدير هذا المشروع مع أبويها مع والديها طب هات الحال كما رأينا فيما سابق الكثير من الأطفال انضم لهم أباءهم بعد النجاحات التي عرفوها إذن نفسي مع أزيهون أنها انضم لها والديها لكي يساعدها في هذا المشروع ما سيغتو ولكن بالخصوص هي بدأت أفورمي أنها بدأت تكوين لفورمس يعني التكوين دوتر أنها بدأت بتكوين أطفال آخرين طبعا هل ينهج نهجها دوت دي تخوى تكلمنا في البداية عن هذه المدينة المسمة دي تخوى إذن هي بدأت بتكوين أطفال من هذه المدينة أدو الصغار ولترباح إذن طبعا هذه الحال أنها ستكوين الأطفال ولكن بمقابل على كل حال فهم سيستفيدون إذن ولترباح المال يعني من خلال هذه الأطفال أنفسهم يعني أنها ستنقل تجربتها لتفيد بها الآخرين وتستفيد هي طبعا هذه الحال من هذه المقابل إذن هذا فيما يخص هذه الحلقة حياكم الله وإلى لقاء قريب بإذن الله ترجمة نانسي قنقر